من كان يبحث عن إثبات جديد بأن اليمين المتطرف أصبح طيارا مركزيا في إسرائيل وجده لربما في إقرار الكنيسة الإسرائيلي لقانون يحضر على الأشخاص والمجموعات مقاطعة منتجات المستوطنات والمستوطنين ويلزم المقاطعين بتعويض المستوطنين ماديا إنه قانون سيء ينقل الجدل حول الاستيطان من المستوى الشعبي إلى القضائي الأمر مقلق ولا أعتقد أنه سيتجاوز الاختبار الديمقراطي في إسرائيل القانون الجديد جاء امتدادا لسلسلة قوانين عنصرية ومناهضة للديمقراطية سنها البرلمان الإسرائيلي هذه المرة بحجة مواجهة المقاطعة الفلسطينية المعلنة لمنتجات المستوطنات ومقاطعة تنظيمات اليسار الإسرائيلية ومؤسسات ثقافية ودولية للمستوطنين هذا القانون حقيقة يعكس النية في المحافظة وفي الدفاع وفي حماية المستوطنات بأي شكل من الأشكال حتى لو كانت إقامة هذه المستوطنات بما يتعارض مع القانون الدولي هناك إجماع في أوساط الحكومة اليمينية الإسرائيلية على هالة القدسية حول هذه المستوطنات وضرورة المحافظة عليها كتلة السلام في إسرائيل سارعت إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يطعن في شرعية ودستورية قانون منع المقاطعة وأعلنت منظمات حقوق إنسان إسرائيلية رفضها الانسياع للقانون الجديد فيما أعلن حزب إسرائيل بيتنا برئاسة ليبرمن المستوطن في نقديم جنوب الضفة الغربية أنه سيطرح مشروع قانون تشكيل لجان تحقيق لإقراره نهائيا الأسبوع المقبل لفحص تمويل حركات اليسار الإسرائيلية القوانين غير الديمقراطية والعنصرية والمناهضة للعرب أصبحت ماركة مسجلة في البرلمان الإسرائيلي اليميني الحالي لتواصل إسرائيل استثمارها الجدي في بناء العقبة أمام أي تسوية دولة المستوطنين زياد حلبي العربية القدس الغربية